منذ اقتحام ميليشيا لانقلاب الحوثية الإيرانية العاصمة صنعاء في العام 2014 والتي استولت على مقرات الحكومة اليمنية بقوة السلاح لتبدأ فصلا جديدا من فصول العنفة تمثل بتدمير المؤسسات الحكومية والخاصة فكان قطاع الصحة أحد تلك القطاعات الذي تعرض لتدمير ونهب وخاصة في العاصمة صنعاء حيث وجهت ميليشيا الحوثي عناصرها المسلحة للاعتداء على الأطباء ومارست ضدهم الكثير من الانتهاكات ومنعتهم من مزاولة أعمالهم وقطعت رواتبهم مما اضطر الكثير منهم إلى مغادرة العاصمة صنعاء بحثا عن الأمن والأمان الوظيفي التقارير الحكومية تؤكد أن العاصمة صنعاء تصدرت قائمة المدن اليمنية من حيث تدمير القطاع الصحي والذي تعرض لنهب متوقفة المراكز الطبية المتخصصة وتؤكد أن ميليشيا لانقلاب أغلقت ثمانية مستشفيات خاصة كانت تقدم الخدمات الطبية لألاف المرضى وقامت بسحب تراخصها وإزالة لوحاتها وطرد الكوادر الطبية والاستيلاء على المباني بعد رفضهم دفع جبايات خارج القانون لم تقتصر أعمال ميليشيا لانقلاب الحوثية الإيرانية على إغلاق المستشفيات بل سعت إلى أبعد من ذلك مستهدفة المستشفيات بالصواريخ والقذائف وكان أخرها مستشفى 22 مايو في مدينة الحديدة غرب اليمن والذي تعرض لتدمير كبير في المبنى وتوقفت خدماته بعد أن كان يستقبل آلاف الحالات المرضية القادمة من مختلف مدين الحديدة المنظمات الإغاثية والإنسانية طالبت ميليشيا لانقلاب الحوثية الإيرانية النائب المرافق الصحية والطبية في حربها العبثية وتجنيب الكوادر الطبية تلك الأعمال الإرهابية لقناة الإخبارية عبد الفتاة غلاب ترجمة نانسي قنقر